تعالوا نروح للقطة كده مهمة حيبتدي عنها الكلام الفترة اللي جاية وانا اعتقد انه هتبقى فضيحة كبرى فضيحة كبرى وربما هي ستكون اهم واكبر فضائح عالم كرة القدم من يوم ما عرفناها الا وهي كأس العالم قطر عشرين اتنين وعشرين وكل ما بنقرب من الميعات خلاص احنا كل سنة ونطيبين لأتي سنة عشرين وعشرين اللي ربنا يعديها على خير خلاص فضل اقل من سنتين على كأس العالم اللي هيتعامل في قطر او اللي المفروض هيتعامل في قطر لان انا بقول لحضراتكم حدسي حدسي يعني توقع الشخصي انه مش هيتعامل في قطر الكلام ده مبني على ايه مبني على حاجات كتير اخرها ما تم الاعلان عنه مبارح والنهاردة في الصحف والمجلات الاوروبية التحقيقات اللي بتتعمل في لندن وفي السويسرا بقالها شهور فيما يتعلق بملف استضافة قطر لنهايات كأس العالم عشرين وعشرين ابتدى ريحتها تفوح ودان والتحقيقات اللي جارية لحد دلوقتي تحديدا في السويسرا بتقول انه تم اكتشاف تلاعب ورشاوي تلاعب ورشاوي مالية قام بها المسؤولون في قطر من اجل الحصول على شرف تنظيم كاس العالم رشو مين؟ القيادة في قطر والمسؤولين في قطر والمسؤولين عن الملف بتاع قطر رشو مجموعة من اعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم اللي هم عددهم اربعة وعشرين واحد اللي بيجتمعوا وبيصوتوا لمين يذهب التصويت لمين يذهب حق التنظيم فالتحقيقات بتقول انه تم اكتشاف بعض اعضاء اللجنة التنفيذية دول وهم بيتلقوا رشاوة مالية من المسؤولين عن الملف القطري من اجل توجيه تصويتهم الى قطر كلام ده كله كان بيتقال خلال الفترة اللي فاتت ايه بقى اللي مأكد الكلام وداله ثقة واهمية كبيرة جدا اليومين دول تصريحات سيب بلاتر مش عارف انتوا تفتكروا الاسم ده ولا لا سيب بلاتر ده رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق دلوقتي في رئيس الاتحاد الدولي اسمه انفنتينو تقول اهو اللي صرته دلوقتي على الشاشة ده اسمه سيب بلاتر سيب بلاتر طالع فيه الصحف النهاردة العالمية وبيقول انه هو بيطالب بسحب تنظيم كاس العالم من قطر فلما سئلوا قالوله الوقت دي وفضل سنتين او اهل على التنظيم قال لهم امريكا جهزة بكرة الصبح تنظم كاس العالم عندها استدات وعندها ملاعب وعندها بنية تحتية وعندها فنادق وعندها كل شيء يمكن ان تنظم كاس العالم لو طلب منها بكرة الصبح فمفيش اي مشكلة وتوقع انه يتم سحب التنظيم لما كل فضيحة الرشاوة والتلاعبات تبان انا قلت لحضراتكم وانا بكلمكم من كم شهر عن الملف ده قلت لكم انه المال الحرام ما بيدومش المال الحرام ما بيدومش وزي ما الرشاوي والفلوس اللي بتدفع عشان تاخد كاس عالم بالرشوة حيتسحب منك تنظيم كاس العالم وزي ما الفلوس دلوقتي اللي بتدفع كمان من اموال النظام القطري لدعم الارهاب والله حتدور الدوائر وستعودوا على الباغي مش القاعدة بتقول على الباغي تدور الدوائر المال الحرام ما بيدومش الفلوس دلوقتي اللي بتطلع حرام عشان تدعم وتمول وتسلح وتقوي الارهابيين هذا السلاح سيرتد الى صدر صاحبه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين اطمئنه ربنا يمهل ولا يهمل ربنا يمهل يستنى على الظالم لحد ما يتماد في ظلمه ولكنه لا يهمل ليه لا يهمل لان ربنا اسمه العدل وعدل ربنا نافذ في الدنيا وفي الاخرة